بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء في مقرر Machine Elements Design 1 نستكمل معا شابتر 7 Welded Joints أو وصلات اللحام نتكلم على Types of Welded Joints أو أنواع وصلات اللحام عندي نوعين رئيسيين اللي هو Lab Joints وال Butt Joints زي ما هو موجود في لوحة البرشام أو Revited Joints قبل كده ال Welded Joints أيضا فيها نفس نوعين الوصلات لكن بالإضافة إلى أنواع أخرى بتسهل في عملية اللحام أول حاجة عندي Lab Joints زي ما أخذنا قبل كده The Lab Joints is obtained by overlapping the plates and then welding the edge of the plates يعني بجيب اللوح هنا مثلا رقم واحد ده على اللوح رقم اثنين وعندي خيارين إما أننا ألحم في اتجاه واحد اللي هو ده أو ألحم في الاتجاهين بالشكل ده الفرق بين الاثنين نادة ده بسميه Single Transverse والتاني ده بسميه Double Transverse يبقى عندي النوع الأولين Single والنوع الثاني Double في عندي احتمال تاني أنه المسقط الأفقي بتاعهم اللي هو بالشكل ده كده أنه تم عملية اللحام من الجوانب من هنا ومن هنا وده بسميه Parallel Fillet Joints ده النوع الأولاني اللي هو Lab Joints النوع التاني اللي هو Butt Joints Butt Joints طبعا هنا بيقولي The Butt Joints is obtained by placing the blades edge to edge يعني الحافة مع الحافة الedge مع الedge الحافة دي مع الحافة التانية هنا وبعمل عملية اللحام هنلاحظ طبعا هنا السمك بتاع اللوح لما يكون صغير بالشكل ده لا يحتاج إلى أي تجهيز أما إذا زاد السمكة عندي هنا بيحتاج إلى شطف من الناحية دي ومن الناحية دي عشان طبعا اللحام يوصل إلى المنطقة السفلة ويملى الفراغ ما بين الاتنين فممكن إن هي بقى عندي Single V Butt Joints اللي هو بعمل شطف على شكل حرف V أو ممكن إن أعمله على شكل حرف U هنا إذا زاد السمكة عندي بشكل كبير فبعمل V هنا و V هنا أو اللي هي بتمثل حرف ال X يبقى W V أو X وهنا نفس الكلام برضو مع زيادة السمك ممكن يبقى U بالشكل ده و U مقلوبة و ده بسميه W Butt Joints ده طبعا بالطبع للسماكات الكبيرة الأنواع الزيادة بقى كمان عندي Corner Joints اللي هي الوصلة الركنية بالشكل ده كده وبالحم ده طبعا ميزة كبيرة جدا في عملية اللحام و عندي ال Edge Joint إن أنا بجيب اللحين جنب بعض وتتم عملية اللحام من الركن وال T-Joints اللي هي الوصلة الركنية اللي على شكل حرف T وبالحم من كل الجهتين أو من جهة واحدة ربما على حسب strength بتاع الوصلة التواصل بقى ما بين مهندس التصميم اللي بيدي تصميمات اللحام و ما بين العامل أو الفني اللي هو بينفذ طبعا تم الاتفاق على بعد الرموز اللي بيضعها المهندس التصميم في اللوحة و ليكن مثلا على سبيل المسال لو أنت عايز تعمل fillet ده الرمز بتاع الفلت و ده التنفيذ بتاعه ال Square Pot بيبقى بالشكل ده ده الرمز بتاعه و ده التنفيذ نيجي مثلا عند ال W و ليكن مثلا بالشكل ده كده يبقى ده الرمز اللي يضعه على الرسم و ده التنفيذ بتاعه وهكذا كل رمز و ليه الشكل النهائي او اللي بيتنفذ بعد كده طبعا بيجي مهندس التصميم على هو عايز يوصل للشكل ده فبيعمل ايه؟ بيقسم الرسمة هنا و بيضع سهم في الجهة دي لو حطت هنا الرمز فوق وتحت السهم طبعا الخامسة دي عشان تباين السماكة بتاعه اللحام لو حطت الرمز فوق وتحت معنى كده ان هو السهم مكان ما بيشاور يبقى لحم في الجهة اللي بيشاور فيها السهم والجهة المقابلة الناحية الأخرى يبقى ده الرمز و ده التنفيذ هنا برضو نفس الحكاية الرمز هنا و ده التنفيذ بالشكل ده وهكذا لو عايز يعمل مثلا لحام متقطع فبيديله برضو بيشاور هنا كده و بيدي أرقام هنا بتبين سماكة اللحام و الفراغ ما بين اللحام و اللحام في كلا الاتجاهين و نكتفي بهذا القدر و نستكمل في الدرس القادم إن شاء الله اشتركوا في القناة